تقدم الرئيس عبدالفتح السيسي بأخلص التهاني لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا للتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية والتي تمثل خطوة مهمة في مصري ترسيخ دعامة ديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة يأتي ذلك فيما تقدم الرئيس عبدالفتح السيسي بتهنئة قلبية لأخيه بولا أحمد تينوبو الرئيس المنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية متمنيا له التوفيق ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار كما أعرب الرئيس عبدالفتح السيسي عن التطلع لمواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يلبي تطلعات الشعبهما نحو التنمية الشاملة وتطلعات القارة الأفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء